السلام عليكم يا أخوان اليوم نتكلم عن أهمية الإضاءة ووحدة المساحة وحدة المساحة أنت اليوم كهاوي يعني ما عندك لك المساحة العودة التي تزع فيها من جموح كثيرة من الأسجار فيعني حاولنا الشجرة يعني تلمها ما تخليها مشعترة ووش يتصير يعني هذه الأسباني الأصفر أمامكم رايحة على بشكل طولي يعني رايحة الشجرة بشكل طولي هذه وحدة المساحة يعني كل الدايميتر ما لها كلها من ثمانين للمتر بينما إذا تكون عندك شجرة بوشي والدايميتر ما لها مترين هذه بتسبب لك مشكلة ونفس العدد ما لثمار بيكون يعني يعني هذه يطلع طولة في عرضه ثمارة بتصير أكبر لما تتخلى الإضاءة بشكل صحيح وفيها يعني حلاوة أكثر أهمية الإضاءة الإضاءة إذا ما تدش على الثمار شوفوا هذه طبقات اللي هي صبغة لكلورو فيل الخابرة عند النوج إذا وصلت لمرحلة النوج طبعا تتغير الصبغات تنحسر هذه الطبقة طبقة الكلوروفيل وتظهر اللي هي طبقة الإنثوسيانين المختصة بالألوان الغامقة والكاروتينات المختصة بالألوان الفاتحة وهذا الكلام يعني ذكرناه في اللقاء سابق مع الأخوان يعني اليوم أنت يعني هالثمار هاي شبش سوي فيه هاي؟ السؤال يعني وين بتوديها هادي؟ إذا سويت شجرة كبوشي والإضاءة ما دشته الثمار اللي تحت بصير كبار واللي داخل بصيرونه صغار حتى الحين في النخيل بعد إحنا الحين وقت التحذير نخلي العامل يخلي العدوق من داخل يشيل الموزة على أساس الإضاءة الدش داخل العدق إذا ما دشت داخل الثمار اللي داخل بتصير صغيرة وما يكتمل النضج بشكل صحيح فيه يعني هذي حبينا يعني يعني نقول لكم أو نوصل لكم هاي المقطع يعني ومستمرين يعني ولكل غد جدید علماني في رجال الله ماتخي